تحية عطيرة اذا مدفقة بعضنا في الفلسفة كعلاج بالنسبة للانسية من افلاطون و ابي قبر و رون بي سكتيس امبيروكوس الى بي جنشتاين فكر العديد من المفكرين المهمينين في الفلسفة كنوع من العلاج بفلال نظر الى طريقة حياتنا خلال عدسة فلسفية يمكننا تحقيق نوع معين من الفهم يمكن ان اجلب لنا راحة البان لكن هل تستطيع الفلسفة حقا ان تساعد اوليك الذين يعانون من الالم النفسي الوجد لدينا ادوية وعلاجات لذلك لكن من المرجح ان تثير الفلسفة اسئلة اكثر مما تقدم اجابات فكيف يمكن ان تساعدنا في التغلب على المعاناة ماذا يعني ان يكون هناك علاج فلسفي لمشكلة عاطفية او نفسية يسعى الفلسفة الى العزاء وخاصة عندما يتعلق الامر بالعواطف بالعودة الى دراسات حول ارستو والادب يبدأ العرض مع السؤال المركزي هل يمكن استخدام الفلسفة كنوع من العلاج تتم المسارعة في الرد يقول ان الفلسفة اعتجون بالتأكيد الى العلاج لكن الفلسفة كمعالجين انه غير متأكد بعد كل شيء من يريد حقا ان ينظر من اريكة المعالج ويرى وجه نيتشا يضحك لكنه يتراجع ليس المعتقدات غير العقلانية المعتقدات التي تحاول الفلسفة التغلب عليها سبب كثير من تحساتنا وقلقنا وخوفنا ولم يبشر الفلسفة مثل الرواقيين بفلسفتهم كممارسة علاجية فعلية لا يزال الفلسف متشككا لكنه مهتمد ما يكفي للمتابعة بعد ان قدم تقنية الفلسفة المتجول رحب بالضيوف وعاد الى البرنامجه الفلسفية وسأل عن رأيه في ظهر الحديثة للمستشار الفلسفة حيث يمزج الفلسفة دورهم كمفكرين مع دورهم كمعالجين يستمد من خبرتها في الفلسفة القديمة الإجابة في العالم القديم لم يكن هناك حدود بين دور الفلسف والمعالج بدل من ذلك لعب الفلسفة دور كليهما الفلسفي والعلاجي قرر الفلسفة منذ بضعة قرون خروج من مجال العلاج والآن حيث عاد بعض الفلسفة الى عمالهم القديم كمعالجين هذا الامر يوافق ثم يقضي بعض الوقت في الحديث عن الاختلاف بين العلاج النفسي والعلاج الفلسفي في محادثة واسعة النتاق تنتقل من أفلاتون الى أبي قوري وصولا الى نيتش بعد السراحة قصيرة يتم الرد على بعض الرسائل من المشاهدين ويؤكد الفلسفة انه يعتقد أن الفلسفة يمكن تجهز المرأة لرؤية كل الحقاق المظلمة في العالم وتعلم كيفية العيش بشجاعة في مواجهاتهم لا يزال الفلسفة قلت فعلون ربما هناك من الفلسفة من المبتهجين والسعيدين للغاية لكن ربما يكون الفلسفة نموذجا أصليا أفضل عندما يجيب أو يرفض أن يكون الفرد كئيب الذي يفكر عنه قضاء وقت ممتع يستمتع ببعض الأفكار المظلمة ولكنه يقدم تقرير فلسفة متجولة يقرر بحث عن المساعدة الوصول إلى شخص يمكنه يمكنه الإجابة عن أسئلة الحياة بدلا من محاولة حل المشاكل العاطفية بنفسه وما يتحدث كأستاذ في الفلسفة يبدأ حركة الاستشارة الفلسفية إذن هذه المدخلات حول الفلسفة الفلسفة كعلاج والفلسوف كمعالج مثل المعالج النفسي ولكن هذه المرة العلاج الفلسفي شكرا جزيلا إلى اللقاء